قتل قيادي حوثي بارز واصيب ثلاثة آخرون في كمين مسلح نصابه مسلحون يتبعون قياديا آخر في محافظة البيضاء ضمن صراع أجنيحة الميليشيات الحوثية وقالت مصادر قبلية ان القيادي الميداني عبدالسلام جحلان رئيس أركان ما يسمى معسكر المجد التابع للميليشيات الحوثية قتل واصيب مرافقه في كمين مسلح تعرضت له سيارتهم في منطقة حنكة المآذن وأضافت المصادر أن الكمين نفته مسلحون تابعون لقياديا أمني حوثي من أهل الرصاص والمعين من قبل الحوثيين مدير أمن مدرية مكراس